بالحمد نشه للفضائل سائرين ثم الصلاة على شفيع العالمين ومضات من نخال أعمال القلوب الحمد لله روح أعمال القلوب الرضا هو جنة الدنيا والله وهو التسليم لقضاء الله وقدره وعدم التسخط والاعتراض من ملأ قلبه رضا عن الله ملأ الله عز وجل حياته سعادة وطمأنينة وسكينة وأنسا وأمناء لا يزال العبد يرضى عن الله عز وجل في كل مقدور حتى يرضى الله جل وعلا عنه قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه كتب الفاروق عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما أما بعد فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر وكيف لا يرضى المؤمن عن الله وهو الذي أحسن كل شيء خلقه الرحمن الرحيم العليم الحكيم تدبيره أحسن التدبير اختياره يقينا خير من اختيار العبد لنفسه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فتذكر يا رعاك الله أنك مسلم والمسلم من قد سلم نفسه لله راض بما اختاره الله له جعلني الله وإياكم من أهل الرضا اللهم آمين جمعية بالعلم تروي الضمين مسكو الكلام مشنفا للسامعين مسكو الكلام مشنفا للسامعين اشتركوا في القناة temat انت انزل